مع وصول المراثونة الرمضاني لنهايته وعرض الحلقات الأخيرة تفجرت أزمة بين ياسمين عبدالعزيز وسنرست منسلسل هائل لمالوج كبير عمر محمود ياسين الخلاف ما هو مؤكد إشي وأسبابه لكن ليه فترة وطبعا فيه رمي كلام على السوشال ميديا بيدل على أن العلاقة بين الاثنين متوترة خاصة بعد ما نشر المؤلف عمر يوسف أو عمر بوست عفوا يقول فيه نصيحة يا جماعة هذا القول خدوا مأخذ الجد التقي شر من أحسنت إليه يعني حكمة عادية ووقتها ما حتفهم إيش أو مين بيقصد لو لأن عيلته بدأت تدعمه وتنزل هي كمان بوستات من نوعية أنه يا بخت اللي يشتغل معاك وبيمدحوا فيه مثل مثلا خلينا نعطيكم مثال أختورا يا محمود ياسين اللي دافعت عنه بمنشورين الأول هذا الظاهر أمامكم على الشاشة وفي بوست تاني كمان اتكلمت عن ظاهرة النجمة كحسب وصفها وبتقصد فيها تلميع النجم على حساب بقية أفراد العمل ثاني يوم على طول طلعت آيات أباضة وهي زوجة عمر وحمود ياسين هي أيضا وكفت معا وقالت شاهدتي مجروحة بس جوايا كلمتين أنت بجد بتعرف تصنع نجم هنا الجمهور على طول بدأ يربط البوستات خاصة أنه ياسمين عبدالعزيز عملت أنفولو لعمر على انستجرامها وولعت الدنيا وقيل أنه سبب الخلاف هو رغبة الأخيرة ياسمين في تغيير نهاية المسلسل في الوقت اللي الكاتب متمسك بحقه الأدبي أنه ينهي زي ما هو بيشوف على العموم في تصريحات صحفية حتى عمر وحمود ياسين النقاط على الحروف وكشف أنه الإشاعات عن خلافات مع ياسمين عبدالعزيز ما لها دخل بنهاية المسلسل ونفى أنها اعترضت أو طلبت تغييرها وأكد أنه المسألة شخصية ما لا علاقة لا بالمسلسل ولا بالشغل موسيقى